السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درس جديد من دروس البرمجة في لغة دارت في هذا الدرس سوف أستكمل الحديث عن انترفيسز أو الواجهات لنقوم بإجراء مقارنة بين أبستراكت كلاس وأبستراكت انترفيس بالمثال التالي ليكون لدينا هذا الكلاس وهو الشيب من نوع أبستراكت ونفس الكلاس هنا أيضاً الشيب من نوع أبستراكت في الأول نقوم بإنشاء إنستانس فاريابل والثاني نفس الشيء في الأول نقوم بإنشاء كونستراكتر ونمرر له هذا الفاريابل ونعطي في الباضي التعليمة برينت لشيب كونستراكتر من أجل برهان فيما بعد أنه سوف يتم استدعاء هذا الكونستراكتر أم لا فإن تم استدعاء هذا الكونستراكتر شيب فإنه سوف يتم طباعة هذه الجملة نفس أقوم ببناء نفس الكنستراكتر في الكلاس الثاني وهنا يسمح لي هذا الكلاس لأنه من نوع أبستراكت بتعريف دالة ولتكون مثلا درو الشيب بدون باضي هذه الدالة ينقصها باضي ولو لم يكن هذا الكلاس من نوع أبستراكت لا يمكنني كتابة هذه الدالة بدون باضي أقوم بإنشاء نفس الدالة أيضا في الكلاس شيب هنا كما تلاحظون إن هذا الكلاس مطابق تماما حاليا لهذا الكلاس كلاهما من نوع أبستراكت الآن هذا الكلاس سوف يلعب دور السوبر كلاس وهذا الكلاس سوف يلعب دور الإنترفيس كيف ذلك؟ بالنسبة للأول أقوم بإنشاء كلاس إبن أسميه سيركل وأستخدم كلمة إكستينت لأشيب فإذا الآن سيركل يلعب دور الأشيب والشيب يلعب دور السوبر كلاس أو بيرانت كلاس في المثال الثاني قمت باستخدام كلمة إمبليمنت الشيب الآن هذا الكلاس سيركل لا يلعب دور الـ child أو الـ subclass وإنما هو كلاس عادي يقوم بتطبيق ما يوجد في الـ shape إجراء implement للـ shape والآن الـ class shape هنا يلعب دور interface وليس superclass ما معنى هذا؟ هذا معنى أنه عند كتابة محتويات هذا الـ class وهذا الـ class فإن عملية الكتابة سوف تكون مختلفة قليلا لنشرح ذلك كما يلي في الأول أقوم بإنشاء instance variable radius والثاني نفس الشيء الآن أنا مجبر في الثاني أن أقوم بإجراء override لهذا الـ instance variable إجبار أما في الأول ليس من الضروري إجراء override للكلر ويمكن للسيركل استخدام الكلر هنا مباشرة بسبب عملية الشيرينج أو المشاركة أقوم ببناء الـ constructor في الأول بالشكل التالي ويجب أن أستدعي الدالة السوبر التي تعني الـ constructor للـ superclass أو للأب وأمرر لها الـ color بالشكل التالي وهنا أقوم بتصريح الـ color بالشكل التالي أما في حالة الـ interface أو الـ implements فإنني أكتب الـ constructor كما يلي ويمكنني هنا استخدام الـ radius كمتغير محلي والـ color الآن يمكنني استخدامه كـ instance variable محلي ولا داعي هنا لكلمة السوبر لا يمكنني استخدام كلمة السوبر بالنسبة للكلاس الإبن هنا يجب أن يقوم بإجراء override لـ draw shape واستكمال البضي الخاص به ونفس الشيء بالنسبة لحالة الـ interface يجب أيضا إجراء override لهذه الدالة واستكمال البضي الخاص بها الآن بالنسبة للدالة مين عندما أقوم في الحالة الأولى بإجراء أو إنشاء object جديد ألاحظ أنه يتم طباعة الجملة الموجودة في الـ constructor للكلاس الأب وهو الـ shape بشكل تلقائي مجرد إنشاء هذا الـ object وتشغيل البرنامج يتم طباعة محتويات هذا البضي وبالنسبة للـ draw shape والcolor والradius يمكن استخدامها كما يلي فهنا لدي الـ draw shape على الشكل دالة الـ color والradius هنا على شكل properties فيجب الانتباه هنا إلى أنه تم بنجاح استدعاء الـ constructor هذا وطباعة محتويات أو تنفيذ التعليمة print الموجودة بداخله أما في حالة المثال الثاني وهو الـ interface عند إنشاء object جديد لا يتم استدعاء الـ constructor الموجود في الـ class shape لأنه ليس من نوع app أو super class وأستطيع أن أستخدم الـ draw shape والcolor والradius كما استخدمتها في المثال الأول هذا ما يتعلق بالفرق بين الـ abstract class الذي يلعب هنا دور السوبر class ونفسه الـ abstract class هنا الذي يلعب دور الـ abstract interface الآن لننتقل إلى موضوع جديد وهو implementing multiple interfaces تحدثت في الفيديو السابق على أن أي class يمكن له أن يقوم بإجراء extends لclass 1 فقط ولكن يمكن له إجراء implements لعدد لنهائي من الـ interfaces لنشرح ذلك بالمثال التالي ليكن لدينا الـ class من نوع abstract shape بداخله color وdraw shape وليكن لدينا class آخر time stamp أيضا من نوع abstract بداخله dala لم أقوم بتحديد البضي لها كما لم أقوم بتحديد البضي للdraw shape الآن مهمة هذه الدالة time stamp طبعا الخرج لها من نوع integer أي بعد أن تقوم بتنفيذ تعليمة معينة يجب أن أحصل على integer مهمة هذه الدالة هي طباعة الوقت في اللحظة التي يتم فيها رسم الشكل أقوم ببناء class جديد وليكن مثلا circle مهمته أو يجب أن يقوم بإجراء implements بشكل إجباري لمحتويات الـ shape ومحتويات الـ time stamp هذا معنى أنه يجب أن يقوم بإجراء override لـ color أولا من هنا ويجب أن يقوم بإجراء override لـ draw shape واستكمال البضي لهذه الدالة ويجب أن يقوم بإجراء override لهذه الدالة time stamp واستكمال البضي الخاص بها وهنا طلبت من هذه الدالة أن تعطيني الوقت منذ اللحظة التي تم فيها توليد الوقت في نظام Linux وهي January 1.1970 فإذن سوف يعطيني الوقت على شكل عدد صحيح منذ هذه اللحظة منذ January 1.1970 وسوف يعطيني إياه وهذا الوقت سوف يلعب دور الـ time stamp طبعا هو من نوع integer سوف نثبت ذلك بعد قليل يتم توليد هذا الوقت باستخدام الـ named constructor وهو date time dot now dot millisecond since epoch فإذن هنا استخدمت الـ named constructor والـ property millisecond since epoch فإذن سوف يعطيني الوقت بالـ millisecond لننتقل إلى الدالة main حاليا لا تنسى هنا أنني قمت بإجراء إنشاء لي الـ instance variable الخاص بـ circle وهذا شيء طبيعي يمكن لـ circle أن يحتوي على instance variable خاص به ويستخدمه داخل الـ constructor وهنا استخدمت أيضا داخل constructor الـ color لأن الـ color الآن أصبح instance variable محلي لننتقل إلى الدالة main ونقوم بتنفيذ الـ class السابق وهو circle أقوم بإنشاء object جديد ومرر له رقم الـ radius والـ color الآن ألاحظ أنني يمكن أن أستخدم الـ draw shape ويعطيني drawing circle هذا ما حددته في الـ body لـ draw shape لو حاول طباعة الـ color أحصل على red لو حاول طباعة قيمة أو طول نصف القطر أحصل على 5.0 الآن لو حاول طباعة الـ time stamp أحصل على الرقم التالي وهو الرقم بالـ millisecond يمكن إعادة تحويل هذا الرقم إلى التاريخ الذي نفهمه نحن ولكن ليس مطلوب مننا أن نعيده ولكن يمكن أن نعيده إلى التاريخ الذي نحن نفهمه باستخدام الـ named constructor date time dot from millisecond since epoch ونمرر له مقامة هذه الدالة بإنتاجه أي نمرر له هذا العدد فنلاحظ أنه يعطيني التاريخ الذي قمت فيه بإنشاء هذا الـ object أو الـ circle طبعا عزيز الطالب بالنسبة لك أنت سوف يكون هذا الرقم مختلف لأنك سوف تنفذ هذه التعليمة في وقت مختلف عن الوقت الذي أنا نفذت فيه هذه التعليمة وهذا التاريخ أيضا سوف يكون مختلف بالنسبة لك هذا ما يتعلق بالـ interface والأمور المتعلقة بها في لغة دارد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر